السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم حضايا بعملين ايه? النهاردة معي اكلة جميلة. اه كلنا بنحبها وخفيفة. معي هنا سرجان نيلي. حلوة جدا. حاني شوي بالزيت. ما فيش جي اي خالص طبعا. وشوية فلفل. ما شويين معهم. ومعي انا قشري اصفر حلوة جدا جدا. بصة العسة يا بينا. مش دايبة مع الرز. حلوة قوي قوي. حنشوف تكاته مع بعضنا. وشوي السلطة. واكلة خفيفة وجميلة. ويلا حنشوفه مع بعضنا. ونعمل اه سبسكرايب واللي يعجبه الفيديو. تمام? معي انا هنا. آآ سرجين نيلي زي ما قلت. حلوة جدا جدا. ورز وعصة اصفر. بمأجيل زي ما انت عايزة طبعا. على حسب عدد القصر عندك. وحنشوف التكات وبتاعة السرجين وتكات بتاع الكشر. حتعجبك جدا جدا ان شاء الله. وندخل على البتو جاز. تمام? ونحط آآ في الحلة بتاعتي بعد تسخن ثلاث معالق زيت او اربعة. وححط الكتعة الزبدة ويا حبازة بلا وعندك آآ حتة السمنة فلاحة كده بتبقى جميلة جدا بس حقيقة ما عنديش دلوقتي. تمام? وهسيبه من يسخنه كويس على النار. آآ عشان انزل بالآ بالعس بتاعي. فلازم اسخن الادام كويس جدا. احسن حاجة سخن الادام كويس جدا. عشان تنزلي بالحاجة اللي انت بتحطيه عليه. بتبقى احسن بكتير يعني. تمام? فانا سخنت معي هنا. حنزل بالعس. دي بقى التكة الاولى. حنزل بالعس على الادام السخن وهتدي له صدمة كده. وهفضل اقلب فيه لغاية ما حس ان هو اتغلف كويس جدا بالالادام اللي عندي. ولونه كده هيبدأ يتغير. بصو هقلب فيه كده. حلوة جدا. وتحس ان العساية جمدت معي مش هتدوب معي بسهولة في الرز وجربت طريقة دي حلوة جدا جدا. هتاكل احلى كشري. آآ اصفر لان كلنا ممكن يكون ايه بنعي منه ان العساية بتدوب مع غليان المية بتدوب ما كناش بنلاقيها في الرز. فانا كده بقلف فيه كويس قوي قوي. وبتغلف معي كويس. وما تستعجلش عليه يعني. يفضل يقلبي فيه كده شوية. لغاية ما تحس ان هو كده اخد اللون بصه بصه بجين لون جميل ازاي. وهنزل بالرز. ويحغلفه معي برضو. هفضل اقلف في الرز والعس مع بعض كويس قوي. آآ يعني التغليف ده كويس جدا يا جماعة ما بالعكس هو بتاخد بياخد وقت شوية معيكي. بس النتيجة حلوة جدا جدا بجد جربي وشوفي. هفضل اقلفهم كويس برضو كدهوت. مع بعديهم وغلفهم كويس لغاية ما. اجي انزل بقى بالآ بس التكية التانية بتاعتي ان انا حتديله آآ معلقة من الورق اللورة والحبان مع بعض مطحونين. بيدولوا ريحة وطعم تحفة في الاكل بجد. الورق اللورة والحبان مطحون. تمام? وحنزل عليهم بشوية آآ الملح بتاعنا والفلفل فلفل مش كتير. عشان خاطر ما يغمقليش الرز. وطبعا بحط الملح وبعد كده بشوف الحدق تاني. ولو عايز ملح بديله تاني. بس الفلفل مش بكاتره. يعني يا دوب كده بس ريحة. تمام? وحنزل بشوية فلفل مش شوية حبة صغيرة لانه حمي جدا جدا فيا دوب كده تديني راحة حلوة بس مع الكشرة. وقلف فيهم كويس قوي برضو تاني. اهو بصوا. اول واحد وكده بيقول يعني انا جميل بسراحة يعني. تمام? تقلبتان كمان كده تديني بوروه لكم بأكد برضو. يبقى هم التكتين. التك الاولانية. الصدنة بتاعة العدس. والتكة التانية تتجيله ورق لورة عدد الدهول وورق لورة سليم. بس انها بفضل المطحون. عشان الحبهان معي. فما يدينيش بقى طعم تحت الدرس والكلام ده. تمام? فتقريبا كده كمان خلاص. وحنزل بالمية مش كتير. اهم حاجة المية ما تكونش معايا كتير. يعني مسلا انا حطة مسلا كباية راز بتحطي كباية ونصة. حطة كبايتين بتحطي كبايتين وشوية. وتشوفي انت وانت بنظرك كده. هو دلوقتي عايز مني شوية كمان هعددله شوية كمان. ويدوب يغلي غلويتين وهروح موطية عليه سيبابا كده على جنب. يعني مش هكتر المية عشان انا عايز اصويه على البخار. ويبقى نفلفل معايا. تمام? بص هعدده شوية مية كمان كده حلو جدا جدا معايا. هقل فيه كويس قوي كدهوت. وهروح يدوب اول ما يغلي معايا غلويتين كده حوطي عليه زي ما قلت. تمام? ويدوب يغلي وهروح نقاليا على آآ عين آآ وطية. شوية واغطيه. واسيبه بقى مع نفسك ده هو ايه? هشوفوه معايا في الاخر وتشوفوه شكله ان شاء الله. وبعد ما اوطي على الرز بتاعي هدخل على السرجين. تمام? انا بفضل برضو اقلل في الرز هنا. اهو. يدوب كده. بصو فيه قليل اول من المية حبدأ اوطي بقى عليه هنا. توطية توطية يعني. واسيبه وغطيه. معلش هو ان المقطع دا يمكن اخد مني زيادة شوية. بس عشان هو الكشري فعلا يعني والله ناس كتير جدا كان اقول له ما عرفش اعمل الكشري بسبب المية وسبب العس اللي بيدوب مع المية. انا هنا حطيت الجريل بتاعي بيسخن معي كويس جدا ومعي لمون ومعي ملح وفلفل وشوية شطة وكمون. دور اللي انا حطبل بيهم السرجين بعد ما تشوفوا معي. هنا معي الجريل بتاعي بيسخن. حدهنوا زيت. يعني كل شوية كده قدهن دهن الزيت كده. تمام. وحنزل بالسرجين والجريل بتاعي سخن. جدا ومقلبش السرجين بقى. دي اهم حاجة. انت ما تحطي اي حاجة زي كده على الجريل على طول. تحطيها وتبعيشي عنها واسيبيها. اما تحس ان هو يقدر تقدر تقلبيه هتقلبيه. انا كده بنزل بيه وبسيبه مش حاجة نحيته خالص. هبدأ احط السرجين بتاعي برضو ما قطعتش المقطعة هنا. يعني ما قفلتش الكاميرا هنا. وبردو مش عايز اجري الفيديو عشان خاطر تشوف كل حاجة على آآ الطبيعة. انا برس السرجين بتاعي. وهسيبه بقى. ما قدرش اقلبه خالص دلوقت. تمام? عشان دي حاجة مش وقت دقيق. ده نازل على قليل جدا جدا من الزيت. فلازم اسيبه. حبدأ بقى هنا ادهم برضو ايه دوب الوش مفوق كده برضو ايه زيت. عشان ما قلبه عن نحية التانية بقى هو في زيت. تمام? دهنات بسيطة كده. وكده هحس ان هو خلاص اخد الصدمة بتاعته من تحت عبدأ اقلبه. وهنشوف مع بعض اهو. بيتقلب معي. كويس جدا جدا. واللي ما تبقى تقيلة معاك يسبيها دي. اهي ما تشالتش معايا سبتها. ما استعجلتش عليها. انت لما ما تحركتش معايا مش هستعجل عليها. اللي تتحرك معايا بالطريقة ديت احركها. واقلبها عن نحية التانية. يعني برضو هنا هيقابلوني اتنين برضو انا هنا متحركوش معايا سبتهم. وبعد كده هحركهم. والسرجين عارفينه ما بياخدش وقت في السوى بتاعه يا دوب يعني اهو. بتسويه ايه ما بياخدش حاجة عن نحية دي وعن نحية دي. هنا هبضى اطلع السرجين بتاعي. بتبقى رحته جميلة جدا جدا. بجد والله يمكن احلى من لحنة ما شوية كمان. اهو بالطريقة دي اطلع برضو براحة عليه. عايزة اجيب السردين اكبر من كده. انا بجيبه اكبر من كده بس هو بصراحة يعني ايه? اختي كتجابهولي جابتولي الحجم ده. حبدو ارش عليه انا هنا الحباش بتاعه اللي هو الملح والكمون والا وشوية الشطة وعشو اللمون عليه. اهو بالطريقة دي كده واغطي على طول. وطبعا قبل ما احطت كده كنت احطيت على الجرير اللي بقيت السرجين. لازم تعصري اللمون وعصرت عليه لمون تاني. يعني انا مستكفتش بالنص ده هو عصرت عليه لمون تاني وتغطي على طول بالطريقة دي. عشان يا يترا معانك كده هو بيبقى جميل في الاكل. تمام بص الكشر بقى هنا. الواحدة بوحدتها ازاي وجماله? اهو. احنا طبعا بقلب بالشوكة منعلواش. ما بنزلش بالشوكة تحت عشان ما تجرحلش الحلة. اخدوا بالكم. وحلوة قوي قوي معايا كده وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير.